قال مدير مجموعة الصين للإعلام شانخاي شون في حفل التوقيع إن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي اختتم في 18 من ديسمبر حدد مرة أخرى المهام الرئيسية لأعمال الأمن الغذائي وإن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مجموعة الصين للإعلام وشركة كوفكو الصينية يعد أحد الإجراءات الهامة لتعميق تنفيذ تعليمات الهامة للأمين العام سي جي بين حول ضمان الأمن الغذائي ووفقاً لتقارير سيبتكر الطرفان بنشاط في التعاون العملي وتوسيع الصناعة وتسويق العلامة التجارية وسيتكاتفاني في الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني والقيام بعمل جيد في التنمية الريفية وغيرها من المجالات لمساعدة شركة كوفكو في بناء الشركة العالمية الرائدة في مجال الأغذية الشاملة